حدوتة مريم هي حدوتة بني آدم حدوتة الإنسان لو حبيت تسميها كده أم تسيب بنتها وتمشي وست تعصر على هذه الفتاة الصغيرة اللي عندها 14 سنة قامت الدنيا وما قاعدتش الكل أشار بأصابع الاتهام ووجه السهام إلى الأم طيب إيه هي الحدوتة؟ مين الظالم؟ مين المظلوم؟ طيب وإيه اللي عملته مؤسسة معنى لإنقاذ إنسان واللي خدت قرار إنها تنقذ مريم خلونا نقوم معنا على التليفون مونس محمود وحيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة معنى لإنقاذ إنسان أهلا بيك يا مش مونس أهلا بيك يا فنم إزاي الصحة؟ الحمد لله كله تمام إيه هي حدوتة مريم؟ إيه هي التفاصيل الحقيقية بعيدا عن التواصل الاجتماعي؟ إيه اللي حصل بالصدر؟ إحنا جلنا استباسة إن فيه فتاة في منطقة مبابة في الشارع في حالة صعبة جدا معرضة للفتر آآ بالفعل قدينا استعدادنا إن إحنا نستقبلها آآ حصل برضو على السوشيال ميديا ضجة إن لأ خلاص هي رجعت لأهلها قلنا تمام فجئنا إن أحد المتفوعين معنا قال لنا البنت معايا وموجودة في الشارع لتسا وتواصلنا معايا وأخذنا البنت طبعا على الفور ودخلت معنا وابتخضع للكشفات الطبية الآن يرتقصات وبنتطمن عليها قصتها حسب أقوالها إن هي كانت موجودة في دار رعاية في صفاج آآ والدار آآ قالت إن هي هتسلمها لأهلها وأهلها عايزين يجوزوها وهي رهض الجواز فهربت وثابت الدار ونزدت على القاهرة وبقت في الشارع ديه القصة حسب أقوال مرينة يعني مسألة إن والدتها هي اللي خدتها وثابتها في الشارع وهربت مش كده خلص لا مش حقيقي هي اللي هربت من دار رعاية في صهات ونزلت الشارع خوفا من تسليمها لأهلها لأن هي مش عايزة تقعد مع أهلها تماما مش حابة تقعد مع أهلها بحجة على حسب أقوالها برضو إن أهلها هيجوزوها وهي في سن الغايف فمش حابة تقعد معاها طيب هي عمليا حالتها الصحية إيه دلوقتي يا فان؟ لا حالتها الصحية كويسة جدا جدا وبالسعر كمان إحنا توصلنا مع وظفة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع والدفاع الاجتماعي بالوزارة عشان نوفر ننقل أوراق مريم من الدار اللي كانت فيها في صهات لدار موجودة هنا في القاهرة وعشان تكمل تعليمها وتعيش حياتها بشكل طبيعي جدا والوزارة مهتمية جدا جدا بحالة مريم وإن شاء الله الفترة اللي جاية يلحقوها بمدرسة داخل القاهرة وتتعامل طبيعي جدا ومش يكون في أي خطر عليها بإذن الله بإذن الله طب بشوانس محمود برضو من واقع متابعتكم لحالة مريم وحالتها الصحية والنفسية هل تعرضت مريم لأي شكل من أشكال العنف أنا بأقصد هنا في الشارع من ساعة مسابة الدار اللي في الصعيد حتى وجودها في مبيبة؟ طبعا الوضع فتاة في سنة زي دا في الشارع وضعها خطر جدا وتتعرض لأذى طبيعي أن هي تتعرض لأذى ولكن الحمد لله مريم بخير وهي حاليا في أمان وبإذن الله نطمنكم عليها أكثر بعد التحقها بمدرسة لأنها اختاني أعدادي وعلى فكرة إحنا كمؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان إحنا بننقذ قبار السن ومريم إحنا كنا فاكرينها كبيرة مش طفلة ولكن بعد إنقاذها إحنا فجئنا أن عمرها 14 سنة وبالفعل تواصلنا مع أدار التضامن الاجتماع لتوفير دار مناسبة لها وإن شاء الله هيتم الحقها هي بكرة طلعة في شبهات طبية هتعمل تحليل طبية وهتعمل كشف عام لجتمها كله وهتعمل كمان تحليل كورونا وهنتطمن عليها صحيا إن شاء الله نتائج بتاعت تحليلها وببساطها هتطلع بكرة إن شاء الله طيب أخيرا عشان ما أثقلش عليكم أطولش بشمانس محمود هل إحنا بنقدر نعمل تقييم نفسي لمريم ومن ثم نبدأ نشتغل على إعادة دمجها جوه المجتمع مرة تانية لأنه أكيد العنف اللي تعرضت له بيكسر أمور جواها يعني طبعا إحنا فيه برامج كتير جدا بنشتغل عليها سواء برامج نفسية أو برامج اجتماعية وكمان تعديل سلوك وكمان بنتواصل مع الأسرة ونشوف صحة الواقعة هل تعلن الأسرة هي جانية على الطفلة ولا ممكن أحيانا في أطفال بتكون بتقول قصص غير وقعية كل ده إحنا بنشتغل عليه بكل الأقصائي المجتمعين والأقصائي النفسيين وبيقيموا الحالة بشكل عام وبناء عليه بيشتغلوا على الطفلة أو الكبير السن وبيبتدوا يحطوا له البرنامج المناسب للحالة هل قدرتوا توصلوا لأسرتها أو تتواصلوا معاهم بشكل أو بآخر؟ بالفعل أنا تواصل معايا عم مريم وكلمني وقلت له أنا في انتظارك يعني تيجي ونتكلم ونشوف إيه الوضع لأنه بيقول أنا معرفش حاجة عن اللي حصل قالت أنا شوفت الموضوع على السوشيال ميديا وحابب أتمن على مريم طبعا من خلال التليفون أنا ما بوضيش أي لوم أو أي عتاب إنتوا إزاي سايبينها أصلا في ضر رعاية وهي ليها أهل يعني هي ليها أم وليها عم هي والدها متوفر فليه تحطوها في ضر رعاية ولكن هننتظر لما يجي ونتكلم معايا ونشوف إيه ملابسات الموضوع وإيه ظروفهم وبناء عليه نقدر نقيم هل هم فعلا مؤثرين في حقها ولا ظروفهم اللي اضطرتهم منهم ما يعملوا كده يا رب يصلح الأحوال أنا بشكورك جدا بش مهندس كل الشكر لمهندس محمود وحيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة معنا لإنقاذ إنسان ويعني نقدر نقول تبنت حالة مريم ومن ثم يتم تعديل الظروف اللي هي كانت عيشها فيها تقدر تقول أنه دي القصة الحقيقية حتى الآن فيما يتعلق بمريم لحين لقاء المهندس محمود مؤسسة معنا وممثلين عن وزارة التضامن مع عمها باعتبار أن والدها متوفي وأتمنى أن والدتها أيضا تكون حضرة لهذا اللقاء علشان إحنا أعتقد مهم أن إحنا نكمل ده يمكن على مدار الأسبوع أن إحنا نسأل يا ترى هل ترى رد فعل أسرتها إيه وإيه هي الحكاية من ناحيتهم من زاويتهم ما أنت لازم تسمع القصة من الطرفين وإلا نبقى عادين بنطلق كلام على عواهنه دون أبينه خلونا ننتقل من قصة مريم اللي يا رب يا رب يصلح أحوالها وأحوال كل الولاد والبنات اللي زيها ويصلح كمان أحوال الناس الكبار اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا لمثل هذا النوع من الأزى بشكل أو بآخر شكرا للمشاهدة